اتقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع السفير الأمريكي ماثيو تولر في بغداد وناقش معه الانتخابات المبكرة وضرورة ضمان نزاهتها وحماية إرادة الناخبين وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان إن الاجتماع أكد على ضرورة استمرار التعاون الأمني بين البلدين وبحث تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة الحوار الاستراتيجي ودعم العراق بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار كما أكدا على أهمية قرار تجديد تكليف بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ودورها بمراقبة الانتخابات وفود سياسية زور أربيل لعقد تفاهمات تحاول رسم ملامح الحكومة المقبلة بعد الانتخابات أخيرها زيارة وفد التيار الصدري إلى أربيل ولقاؤه بالزعامات الكردية وفود أحزاب وكتل سياسية بدأت بإجراء زيارات إلى عاصمة إقليم كردستان للتباحث قبل انتخابات أكتوبر تشرين المبكرة استباق لعقد اتفاقات مع ما يعرف عراقيا ببيضة القبان بما يعبر عن ثقة الأحزاب بالحصول على مقاعد نيابية تؤهلها لرسم ملامح الحكومة الجديدة الشياء يريدون بعض الكتل الحصول على منصب رئاسة الوزراء والسنة أيضا يريدون الحصول إما على رئاسة البرلمان أو رئاسة الجمهورية لذلك يتقربون من أربيل من الحزب الديمقراطي للتمهيد لتحالف ما بعد الانتخابات للحصول على هذه المناصب التيار الصدري الذي سبق وأعلن نيته الحصول على رئاسة الوزراء بدأ بتهيئة أجواء ودية للاتفاق على اختيار مسار سياسي مع أكبر أحزاب القوى الكردستانية مشهد يرجح التسريبات التي أشارت إلى اتفاق التيار الصدري والحزب الديمقراطي بالأضافة إلى أحزاب أخرى على موازنة عام 2021 والذي كان جزءا منها وضع خارطة التحالفات المقبلة لما بعد الانتخابات قد يكون التيار الصدري أكثر مرونة في التعاطي مع مواقف وأزمات الإقليم والحكومة الاتحادية وكذلك هناك رغب ربما ومزاج سياسي لدى الكتل الكردية وكذلك السنية لإزاحة الأحزاب الراديكالية التي تتشبث بالسلطة سياقات التحالفات مع الكتل السياسية التي عقدت نية خوضي انتخابات تشرين المقبلة اختلفت وفقا للتحاولات السياسية فلم تعود الأحزاب والكتل تحافظ على انتماءاتها الطائفية والإثنية فحزب تقدم ينافس تحالف عزم على المحافظات المحررة والقوى الكردية فشلت في التوحد قبل خوض الانتخابات فيما أن الكتل الشيعية تشهد تحالفا بين بعض أطرافها ومشاركة منفردة لقوى أخرى من بينها التيار الصدري الذي قرر خوض الانتخابات دون تحالفات ويؤكد مراقبون أن حراك تشرين لم يؤدي إلى أحداث تغييرات في توجهات القوى والأحزاب التقليدية محمد سعد الحرة قررت رئاسة مجلس النواب اليوم الثلاثة تأجيل الجلسة التي كان مقررا عقدها لهذا اليوم إلى الخميس المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها وكان جدول أعمال الجلسة يتضمن عدة فقرات بينها التصويت وعلى مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين العراق والسعودية بالإضافة إلى التصويت على مقترح قانون حماية الموظف الحقوقي ومقترح قانون الأندية الرياضية وقراءة الأولى لمشروع قانون إقرار البيانات المالية في السنة المالية لعام 2014 بالإضافة إلى مناقشات أخرى تزامنا مع استعدادات الكتل السياسية للدخول في السباق الانتخابي وآخرها زيارة وفد التيار الصدري إلى أقليم كردستان دعا نواب في البرلمان إلى إجراء انتخابات مجالس المحافظات بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب في العاشر من اكتوبر تشرين الأول المقبل خلافات تتجدد بين الكتل والأحزاب مع اقتراب موعد إجراء انتخابات البرلمان لكن هذه المرة تتمحور حول مجالس المحافظات بين من يدعو إلى إجراء انتخاباتها مع انتخابات مجلس النواب وإلغاء قرار التجميد السابق قبل البت بإعادتها إلى العمل أصل الخلافات بين القوى السياسية حول انتخابات مجالس المحافظات الجميع يعلم مجالس المحافظات فترتها أو دورتها انتهت وبالتالي يجب ان تكون انتخابات جديدة وبما ان هناك صارت تظاهرات وهناك أصوات منددة بأن مجالس المحافظات لم تقدم شيء بالتالي ضمن حركة البرلمان الإصلاحية تم تجميد عمل البرلمان دعوات متواترة لإلغاء مجالس المحافظات بحجة أنها حلقة زائدة تكلف الدولة أموالا طائلة ويرى مختصون أن ذلك يتطلب إجراء تعديل دستوري مجالس المحافظات هي مجالس حلقة زائدة تعتبر بهدر الأموال وإعطاء المناصب والامتيازات طيلة السنوات الماضية وبالتالي هذه المجالس طالما وجود مجلس النواب ومن يمثل المحافظة من أعباء مجالس في السلطة التشريعية إذن تعتبر حلقة زائدة مجالس المحافظات جمدت بقرار نيابي خلال احتجاجات أكتوبر 20 عام 2019 لاتهامها بأنها إحدى بوابات الفساد وهدر المال العام بعد أن تم الكشف عن تكلفتها لمبلغ يصل إلى 200 مليون دولار تذهب كرواتب ومخصصات ونفقات أخرى بحسب بيانات شبه رسمية ما جعل مطلب إلغائها يتصدر قائمة مطالب المحتجين في معظم ساحات الاحتجاج حيدل الجهبر الحرة ينضم إلينا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي حمزة مصطفى أهلا بك سيد مصطفى معنا في مساء العراق كيف تقرأ توافد السياسيين وآخرهم ممثلين عن تيار الصدري إلى إقليم كردستان نعم شكرا جزيلا الحقيقة هذه الزيارات من حيث المبدأ طبيعية لأنه الآن نحن دخلنا الموسم الانتخابي بشكل أو بآخر سواء كان على مستوى الدعاء الانتخابية التي وإن لم تنطلق لكنها موجودة تحت الطاولة وبين الكتل السياسية ومباحثات سرية وأحيانا مداولات هنا وهناك بالإضافة طبعا إلى الزيارات التي يقوم بها أعضاء من كل الكتل السياسي فيما بينهم بالنسبة لإقليم كردستان والتيار الصدري أستطيع القول أن التيار الصدري طبعا ذهب إلى أربيل إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني لأنه زيارة حزبية وليست رسمية يعني ليست هي مع الحكومة حتى نقول إقليم كردستان وإنما هي حزبية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني التيار الصدري مثل ما يعرف الجميع هو الآن الكتلة الأكبر في البرلمان ويهيئ نفسه أيضا لأن يحتل نفس المكانة في البرلمان القادم بل هو يرى أن مقاعده سترتفع كثيرا وبالتالي هو يرى أن من حقه أن يطلع الكتل ما هي فرص وجود تحالف يجمع التيار الصدري بالحزب الديمقراطي الكردستاني في المرحلة المقبلة التحالف ليس انتخابي بالتأكيد لأنه الساحة مختلفة التيار الصدري يدخل وحده عادة لا يتحالف مع أحد عند الدخول للانتخابات وكذلك نتحدثون عن مرحلة ما بعد الانتخابات بطبيعة الحال نعم ما بعد الانتخابات الأمر سيختلف إذا بقيت الخارطة السياسية مقسمة على أساس المكونات كرد سن الشيعة فالتحالفات ستكون كما هي مثل ما كانت في السابق تقسم المناصب السيادية على المكونات الثلاثة ومن ثم تتشكل الحكومة بالتوافق بين الكتل السياسية حصلت عملية لم تنجح خلال انتخابات 2018 وهي تشكيل كتلتين كبيرتين البناء والإصلاح كلاهما في شئلة تأفي أن تكون الكتلة الأكبر في البرلمان وبالتالي حصل ما حصل وهذه وتلك وما الذي يمنع التيار الصدري من أن يسعى لإنشاء الكتلة الأكبر فيما بعد مع الحزب الديمقراطي الكردستاني أو مع غيره من باقي الكتل خصوصا مع التلويح لأكثر من مرة بأنه يسعى إلى منصب رئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة الكتلة الأكبر في الانتخابات القادمة حسب تفسير المحكمة الاتحادية سترجع إلى الطبيعة الدستورية لهذا الموضوع وهي القائمة التي تفوز بأعلى الأصوات إذا فاز الصدريون بأعلى الأصوات سيكون هم الكتلة الأكبر وبالتالي سيكلفون بتشكيل الحكومة ولا يحتاجون إلى تحالف مع كتلة أخرى إلا التحالف لأغراض إصنادهم في هذه النقطة سيد حمزة هي ليست الكتلة التي تتشكل من قبل التحالف كتلة أكبر كتحالف أكبر داخل مجلس النواب أم كقائمة منفردة تحوز بأكثر عدد من المقاعد من عام 2010 إلى عام 2018 جرى أكثر من تفسير من قبل المحكمة الاتحادية السابقة لمفهوم الكتلة الأكبر في عام 2010 فازت القائمة العراقية بأعلى الأصوات ولكن بعدين تم الالتفاف وحصل تحالف داخل البرلمان سمي هو الكتلة الأكبر في عام 2014 عادت المسألة إلى المجرى الطبيعي وهو الكتلة الأكبر هي القائمة الأكبر في عام 2018 حصل تداخل في هذا الأمر بحيث ضاعت البوصلة ولم يعرف أحد من هي الكتلة الأكبر الآن المحكمة الاتحادية الجديدة واضح أنها تسير باتجاه صحيح بحسب تفسير الدستورة وبالتالي الكتلة الأكبر ستكون هي القائمة الفائزة بأعلى الأصوات أما كيف تحتاج إلى تحالفات من أجل ضمان فوزها بتشكيل الحكومة فهذا الأمر متروك إلى الانتخابات القادمة ودائما ما يكون تقريبا الحزب الديمقراطي الكردستاني هو تقريبا بوصلة مهمة باعتبار على صحيح التحالفات مع الكرد وفي ذات الوقت لكن هناك سيد لا ننسى أن هناك كانت على طول خط السياسي الموجود في العراق تراشق تصريحات ما بين القوى السياسية في قريم كردستان والقوى الموجودة في بغداد اليوم هل تبدلت الرؤى بين تلك القوى وما هي المشتركات مثلا ما بين التيار الصدري والديمقراطي الكردستاني يعني التراشق اختلف منذ عام 2008 حصلت تحالفات البناء كان يضم شيعة سنة كرد الإصلاح كان أيضا يضم شيعة سنة كرد حصل مثل هذا التوافق الحزبي ولا أنه لم يصمد طويلا تقريبا سبعين أو ثلاثة عندما تشكلت الحكومة انفرضت كتلة سائرون وكتلة الفتح بتشكيل الحكومة التي ترأسها السيد عادل عبد المهدو وذلك المشتركات سياسية ليست هناك الخلافات موجودة إذا تحدثنا عن الخلافات الدستورية تزال كما هي المادة 140 قالوا نفط والغاز ولكن في الجوانب السياسية أعتقد بدأت هناك حركة مرنة وممكن من خلال التفاهم بين هذه كتلة وتلك بالتجاوز على ما هو عرقي أو طائفي من بغداد كان معنا الكاتب والمحل الأسيازي حمزة مصطفى شكرا جزيلا لوجودك معنا